علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في عين فقط غرثت وأقامت أعواما إن لم يعلم بها أو بمعنى الواو أي ولم توقف أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين إلا بعد حول ينضي بعد قسمها بين الورثة إن تعددوا أو بعد قبضها ولو بوكيله المال الموروث إذا كان حال الحول على المال والمورث حي فالزكاة تجب على المورث مثل إذا كان مات المالك بعد مجيء السعي فالزكاة وجبت في المال قبل قسمته على ذمة المورث والورث يقسمه ويستقبل حول جديد وكذاك إذا حال الحول على المال الآخر غير الماشية ولا تمار ولا زنية لكذا والمورث حي فتزكى على ذمته والوارث يستقبل حول جديد إذا كان حصلاً يصاب في حصته وإذا كان المورث مات قبل الحول فالزكاة لا تجب عليه وثم الميرات يجب أن يتحول إلى الورثة وإذا كان التركة قسمت يعني بينهم وإلا هي حتى في حوزتهم وهم يعني امتنع عن قسمتها فمجرد ما تكون التركة في حوزتهم تجب الزكاة يبدأ الحول عليهم من ذلك الوقت لكن إذا كانت هي عليها خصومة وموضوعة تحت أمين ولا في محكمة ولا لم يصلوا إليها فلا تجب عليهم الزكاة حتى لو بقيت سنين طويلة بقيت عمين ولا ثلاثة فيها خصومات وما فيش واحد منهم يستطيع أن يصل إليها وهي تحت أمين ولا في محكم ولا في كذا لا زكاة عليهم فيها لكن إذا سلمت إليهم ولو كانت مشتركة بينهم وقسموها ولم يقسموها فمن ذلك الوقت من حينما تكون هي في ملكهم وفي حوزتهم تجب عليهم الزكاة فمن كان في حصته نصيء نصاب زكاة يجب عليه أن يحسب الحول من ذلك الوقت من حين أن تسلموها سواء كان يعني قسموها ولم يقسموها مرات يتركهم التاريكة ما بينهم شركة يجب كل واحد يعمل يعني في حيان تبقى شيء منظمة حين يبقى هو في شيء ما الفوضى لأنه عندما تتحول التاريكة إلى الورثة يجب أن تكون يعني محصورة ومحصية ومقسومة ويعرف كل إنسان حصط فيها كذلك لنصار شركاء والشركة ما تنفع إذا كان ولا تصدع إذا كان كل واحد نصيبا مش معروف في الشركة يبقى زي عائلة كبيرة خود في فلاحة ولا في زراعة وحيوانات وأملاك وكلهم يعيشوا ويأكلوا يتزوجوا ويأخذوا من الوسط كدس الوسط يما يقولوا كذا وبعد ذلك لا يعرفش كل واحد شيء ما عنده وشيء ما عنده وتجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه زكاة حين تنتهي المثلة يعني ب عدم تفاهمه خصوماته ويتهم بعضهم بعض واحد يبقى يصرف كثير وبعضهم يصرف كثير وبعضهم يصرف على زوج تشيلها الدهو وبعضهم تبقى محرومه وخير فهذه كلها يعني في الغالب فيها الفساد وعدم الصلاح وذلك الواجب هو أن التركة تقسم وحتى لو كانوا بيقوا شركاء وبيتعاونوا تقسم ويبقى لكل واحد نصيبة وواحد عنده عشر آف واحد عشرين واحد خمسين واحد تلاتين وكل ما يخرج مننا هذه الشركة يكون مسجل ليصرف شيء ليشريه للزوج تولي أهله يكون مسجل ومخيد عليه وفي رأس الحول يعني يعمل تصفية للفلاحة والاتجاور ولكذا وإذا كان فيه ربح كل واحد يخصمه من الربح ما صرفه تبقى المسجل فيها عدوة تبقى فيها شركة شرعية وتبقى فيها أدوا فيها حق الله أدوا فيها حق الله وحق الزكاوة أمورهم تصييرا صحيحة شرعا لكن في الغالب إذا كانوا ما قسموه صاروا أكد فيه شركة فوضوية غير تنتهي بسوء الحال وتضيع أعضيها فيها حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى لكن المهم هو أن الزكاة تجد فيها مجرد أن يستلم التالك حتى وكانت مشتركة فالزكاة وجبت عليهم في حصة من كان عندهم نصال في هذه الشركة نعم قال فإن علم بها أو فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروسة فائدة يستقبل بها حولا أو يستقبل بها حولا بعد قبضها وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل واستقبل بفائدة إلى آخره واحترز به بقوله فقط عن الحرف والماشية وقد سبق الكلام عليهما الحرف والماشية يعني إذا كان المورث يعني عاش لل وقت الجداد واللاجئ الساعي فتخرج على ذمته وإذا كان قبل ذلك فتجب الزكاة بمجيء الساعي فمن صح له في نصابه في حصته نصاب يجب عليه أن يزكي بمجيء الساعي لكن الوارث يستقبل يعني الوارث بمجرد كان مات الميت قبل مجيء الساعي بمدة طويلة شهور يعني ستة سبعة ثمانية شهور فيزكيها الوارث يعني تجب عليه يزكيها لأنه ليس شرطا مرور الحول على الماشية ليس شرطا لما ضغط عليها شهور وجاء الساعي يجب عليه أن يزكي الوارث من كان في حصته نصاب يجب عليه أن يزكيه وكذا كم يتعلق بالحرث قال ولا زكاة في عين موسى بتفرقتها على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموسي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت صاب ولو مع ما بيده فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت صابا ولو مع ما بيده يعني الموسى إذا كان مال موسى بتفرقة على الفقراء هذا لا زكاة فيه كان المالك حي يجب عليه أن يزكيه وحال عليه الحول والمال الموجود عند الموسى يجب عليه أن يزكيه وإذا كان هو أن يصاب وحتى بضميمة إلى مال آخر ولكن إذا كان المالك والموسى مات وأوصى بتفرقته على المساكين أدام هو لم يفرق وقعد بيد الموسى فلا زكاة عليه لأنه مال لا مالك له قال ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة وأما الماشية إذا أوصي بها أو إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين يعني لفرق عليه هذا المال كان هو صحلة في حصة نصاب يجب عليه أن يزكيه يعني لكن يستقبل به يستقبل به حول ويعد من باب الفائدة والمصطلح كما هو معروف يفرقون بين حال اسماء الفائدة والربح والغلة هناك ثلاثة اسماء عند المريكية يختلف حكمها الفائدة هي ما تجدد عن غير مال أو عن مال غير مزكة هذا عرف كل ما تجدد الإنسان عن غير مال مثل الهبا والهدية والصدقة والشهاد كلها ما فيش من غير عوض جاءت هكذا باردة من غير عوض هذه فائدة تسمى فائدة يعني الفائدة هي ما تجدد عن غير العوض أو جاء لإنسان من غير عوض أو عن تجدد عن غير مال وعن مال غير مزكة يعني جاءتك من غير ما تدفع فيها مال والعوض هذه فائدة جاءتك ودفعت فيها مال لك المال هذا غير مزكة فهي أيضا فائدة والمال غير مزكة يخصد به مال القنية يعني عندك عروض عندك عقارات عندك بناء عندك أملاك بعدها هذا المال الذي جاءك ثمن هذا يسمى فائدة لأنه تجدد عن مال لكن المال غير مزكة يعني مزرعة واللي بعدها ولكذا ما هيش مال مزكة أي شيء للقنية مقتنى يسمى مال غير مزكة فإذا تعوضت به واختيت به نقد فهذا يسمى فائدة الفائدة هي ما تجدد إما عن غير مال أو عن مال غير مزكة فهذا من أوصى بما يفرق بين المساكين فاللي وصلت لها حاجة تسمى هذه فائدة والفائدة حكم أن صاحبه يستقبل بها ما يضمهاش حتى للنصاب حتى لو كان عنده نصاب لا يضم إليه لأنه عندها شيء تضم للنصاب وشيء لا تضم مثل عنده عنده ماشية وتجدد له ماشية أخرى فكان عنده عنده 40 شاه يضع عليهم 10 شهور والشهر 11 حصل 20 شاه ثانية يضمها ويزكيهم مع بعضهم يعني يعني العشي اللي حصلهم لإخلاق عمرهم شهرين معها لكن يزكيهم لأنها تضم إلى النصاب الماشية تضم إلى النصاب والربح يضم سواء كان للنصاب ولغير النصاب يضح التجارة وكذلك نتاج الحيوان لكن الفائدة لا تضم فائدة لا تضم سواء كانت للنصاب ولغير النصاب كل فائدة تبقى لها تضم لما بعدها لحص الإنسان منها نصاب وعندين يستقبل بها عام وهكذا وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها يعني زي زي الإرث يعني إذا كان هو قاعدت مدة طويلة ما زكهاش وبعد ما استرمها فإذا كان لكل الأعوام زي الميرات وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين تقدمت النفقة لما يوصي بحرث يعني على من نفقة السقي والرعاية وكذا وزرع إذا كان هو وصبها لمعين فالنفقة عليه وإذا كان لغير المعين فالنفقة على صاحب المال يعني قال ولا في مال رقيق وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به أيضا هذا كنت عليه لأن غير مالك الرقيق لا يستطيع أن يتصرف ملكي لبيدني سيدي وإذنك الملك له غير تام هو مالك يسمى مالك الرقيق لكن ملكه غير تام ولذلك ما لا زكاة عليه وإذا انتزعه سيده فإنه يستقبل به عام ولا في مال مدين إن كان المال عينا كانت دين عينا أو عرض حالا أو مؤجلا ولا ولا في مال مدين ولا في مال مدين إن كان المال عينا كانت دين عينا أو عرض حالا أو مؤجلا أو عرضا أو عرضا حالا أو مؤجلا حالا أو مؤجل حالا أو مؤجل نعم ولي ولي عنده المدين يبقى دوى عليه دين سواء كان دين عين ولا دين عرض ولا غيره مدام سواء كان مؤجل ولا غير مؤجل إذا كان ما عندهش ما يكافي هذا الدين من أملاك أخرى فلا زكاة علي مثلا واحد استلف مئة ألف ولا اشتري بذمته بمعارفة وكذا مئة ألف تجارة وصار بيئة ويشري ولما قوم التجارة وإذا هي مئة ألف ولا أقل وما عندهش أملاك أخرى ما عندهش العقارة وكذا فلا تجب عليه الزكاة مع أنه عنده تجارة بقدر مئة ألف لك لأنه مستغر قدمته لأنه عليه دين بيقدر مئة ألف صواء كان هذا الدين حالا ولا مؤجلا مدام عليه دين وعنده مال والمال لعنده لا يزيد على الدين فلا زكاة عليه وإذا زاد المال لعنده على الدين سواء كان من مال التجارة ولا من عاقرات أملاك أخرى فيسقط مقدار الدين وما باقي له بعد ذلك تجب عليه فيه الزكاة وذلك ورد في السنة من له ألف وعليه ألف فلا زكاة عليه شيخ في قوله إن كان المال عينا يعني لو كان الدين نعم لا تمام قال ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا ولسكتها أو سياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه يعني في تقديم النصاب لابد ما تجيب عليه الزكاة ولا تجيب عليه لابد ما يكون عنده صافي وخالص لعشرين دينار ولا مئتين ديران فضة حتى ولو كانت قيمتها كان عنده خمسة عشر دينار بس عنده جواهر وعنده أشياء فيها من الذهب خمسة عشر دينار ولكن ما فيها من حسن الصنعة والصياغة ولا الخلط بغيرها تساوي ما قيمتها ثلاثين دينار فلا زكاة فيها القيمة لا تحسب في تقدير النصاب ليحسب في تقدير النصاب هو وزن العشرين دينار قال وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد وكذا إيه وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد الزائد يعني عروض يعد هو العروض كان هو التجارة يقومها تقيم عروض التجارة كان واحد يبيع متن في الذهب وعند ذهب مخلوط بالحصوص بالحصوص بالأشياء هذه الأخرى ويقدر زكاة الذهب وحدها وما خلط به يزكي زكاة العروض يعني العروض لما تكون هي في التجارة وفي البيع والشراء يجب زكاة زكاة العروض يقومها قيمتها وهي قيمتها في الوضع الحالي يعني هي قيمتها في الشيء هذا الموجود متى إذا كان هو أعقده وكذا وأكثر هو من عشرين دينار وزنا فإنه يقومه وتجب فيه الزكاة بالقيمة في هذه الحالة وما يلزم يعني يطرح الفصوص والكذا لأنها سيزكيها بالقيمة والقيمة هي لما تكون مع الذهب هي تكون قيمتها موجودة وقائمة فيها معها فالمصنوع إذا كان هو صاحبة تاجر وتجاوز النصاب لعنده ثلاثين دينار فيزكي على القيمة الموجودة عنده عُلَمَاءُ بَنِي قَوْمِي عَرَفُوا تَحْوِيلَ الصَّابِ إِلَى الْأَسْهَلِ عُلَمَاءُ لَهُمْ عَقُلٌ يَبِينَ قَالَ وَلَا فِي حُلِيٍّ جَائِزٍ اتِّخَاذُهُ وَلَوْ لِرَجُلُ وَإِنْ تَكَسَّرَ إِلْ لَمْ يَتَهَشَّمُ أيوة إن الزكاة الحلي اللي هو النساء للزينة الجائزة اللي استعملها النساء ولا حتى للرجل استعملها مثل ما هو مأدون فيه من السن ولا الأنف ولا يعني الخاتم الفضة وإلا تحليل السيف والمصحف والمسائل هذه ما هو جائز لا زكاة فيه والوارد في السنة مذهب الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي لتستعمل النساء بصورة جائزة وهو مذهب المالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية والقول آخر عند الشافعية والحنافين أنه تجب فيه الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يجب الزكاة رأى فتختين عند عائشة سألها لتؤدي زكاتها قاتلها قال لها يعني من النار فتختين من النار يعني خواتم غليظة كبيرة وكذلك جاءت امرأة في يدها السوار أو السوارين وسألها عن الزكاة فقالت لا تزكي قال أن يسرك بهما سوارين من النار وفرمتهما والوارد عن عائشة رضي الله وتعالى عنها أنها كانت لا تزكي الحلي بنات أخيها اللي كانوا في حجرها كان أدم حلي وكانش تزكي وهي بروي الحديث روي الحديث الفتختين هي روياتها وذلك كانت لا تزكي الحلي لبنات أخيها اللي كانوا في حجرها وكذلك عبد الله بن عمر كان لا يزكي الحلي لجواريه ولبناته وروي هذا أيضا عدنا الصحابة أيضا جابر وأنس وعبد الله بن عباس وأسماء كل هؤلاء مربي عنهم المكاون لا يزكون الحلي النساء اللي هو جائز الاستعمال وذلك رجح الجمهور أن عدم الزكاة في الحلي اللي هو جائز الاستعمال للعمل الحديث يعني لورد إما محمول عندهم على أنه منسوخ وإلى لما خلفته عائشة وإما لأنه رأى أن ما رأاه مبالغ فيه يعني لا يصل حلي الزيانة المعتادة وهذا ربما ينبهنا على ما يتخذ بعض النساء في الوقت الحاضر من المبالغات الشديدة الكبيرة في حلي الزينة يعني يبالغنا فيه وحيانا يبقى فيه شيء ما الفخر والأبه والخيلاء ولا تستطيع أن تستعمل واستعمال اليوم إذا استعمل الله أحيان في مناسبات قليلة جدا من أجل ما هذا إظهار مظهر ولا يكون هو عادة للزينة المعتادة فعل لعل إنكر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مخرجه لأن رأى الخواتم كبيرة أكثر من الخواتم التي عادة يتزين بين النساء وإذا أنكره على عائشة كذلك السواران التي رأى عند المرأة فكانوا لغلظهم وكبرهم وكذا حذرها منه إذا كان تعطيه الزكاة منهم سواران من النار فالحديث يعني يدل على وجوب الزكاة وعمل الصحابة يدل على وجوب الزكاة ولا على الجمع بين الأمرين والمبالغ إذا كان تجاوز الحلي الحد المعتاد الذي تزينه به الناس لأن زينة المرأة مشروعة لزوجها فما عادة يتزوج به الحد المعتاد بين الناس هذا ظهر أنه الرجح أنه لا زكاة فيه عمل الصحابة لأنه يعني أعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وأقدر الناس على فهم السنة فما كانوا يزكون يعني عدد كبير منهم ويحت ويحتحمل الزكاة وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الفتختين وعلى السوءين بأنهم كانوا فيهم مبالغة في ذلك الوقت في ذلك العصر يخالف العرف المعتاد عندهم للزينة وذلك أنكره عليهما لعل هذا يكون وجه للجمع ولكن في محيث الجملة أن الحلي معتاد للزينة ومعتاد في كل وقت بحسبه يعني إذا كان الآن معتاد للزينة مقدار نصف كيلو فما دون فيبقى هذا موحف من الزكاة وما زاد عليه ويبقى هذا غير معتاد يمكن أن الصاحب يتنبئ أنه تخذ للقنية لأجل يعني زي ما يقول عازة الزمان يعني للعاقبة يقول إن أخذ هذا يصير حتى نوع من التهرب من الزكاة فذكا عند أموال كثيرة ولا يريد أن يزكيها يعني يأخذ ذهب ثقيل بأوزان كبيرة لزوجته أو لكذا ولنسائه ويقول ما هذا للزينة وما عايش نزكيه فهذا يكون يعني باب للهروب الخرج من الزكاة وما هذا هو موضع النهي والتحذير في حديث الفتختين فإذا كان لعل الجامعة اليوم يكون يعني أقابل الصواب وهذا ما كانت الزينة معتادة في ذلك الوقت وفي ذلك العصر بحسب عرف الناس كان كان افترضنا أن مثلا ما تتزيل بالمرأة عادة في معظم موقاتها هو لا يتجاوز النصف كيلو مثلا فيبقى نصف كيلو هذا معفو عنا وما زاد عليهم ما يعد للعاقبة أو ربما حتى يكون يخرج هروب من الزكاة يعني حزام من الذهب وخناق يوزن كيلو ومشعاف كذا ودبالج وخلاخل وكذا فهذا كان المرأة اشترتها ويتسميها أنها للزينة فظهر أنها تخرج عن الزينة المعتادة وتجيب عليها الزكاة فيها فإذا الزكاة لم أعفو عنا هي في الزينة المعتادة هكذا بحيث يمكن أن يجمع بين النصص الواردة في السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة عن أصحابه قال ثم بعدين قال إذا تهشم فتكسر هذا الحلي الذي هو للزينة فتجيب فيه الزكاة ولا تجيب قال إذا كان هو تهشم الدق يعني ما عايش يمكن إصلاحه فهذا لا تجيب ذلك مصير إلى السبك وعلى الصناعة تجيب فيه الزكاة هذا تجيب فيه الزكاة لأنه هذا يصير مصير للصناعة وكانه سبيكة كان المرة تملك سبيكة والمرأة إذا ملكت سبيكة فيجب عليها أن تزكيها فإذا كان هو تهشم ولكن إذا كان هو تكسر فإذا كان هي يعني نوت عدم إصلاحه فتجيب فيه الزكاة ما عاشت بي تصلحه لأنه ما عاشت عنده فيه باله ما عاشت به وكذا فهذا يعاد في حكم متهشم لا تجيب فيه الزكاة وهو مكسور كسر ومن الحلي المعتاد للمرة فهذا لا زكاة فيه الحلي المرة سواء كان مكسور ولا صالح لا زكاة فيه مداما هي ما نوتش عدم إصلاحه أما إذا نوت عدم إصلاحه فتجيب فيه الزكاة ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وإن تكسر إن لم يتهشم فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا والحال أنه لم ينوي عدم إصلاحه أي المتكسر لأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب الخلاصة وذيما قلنا المتهشم ها تجيب فيه الزكاة لأنه أصبح كالتبر كالسبيكة والمتكسر إذا نوى عدم إصلاحه تجيب فيه الزكاة لأنه في حكم متهشم وإذا لم ينوي عدم إصلاحه فلا زكاة فيه سواء كان نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا ولا زكاة فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا والمتكسر إذا لم ينوي إصلاحه بأنه عدم الإصلاح أو لا نية له قال أو كان الحلي الجائز لرجل اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالة وصلحنا أو صلحنا للتزيّن لكبارهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصطح لصغره الآن فالزكاة يعني يعني ليشري يذهب ويقول هذا من خليل لبنتي لما تتزوج ولا يشريه ولنفسه ويقول هذا من جمع لما نتزوج نبيع مهر هذا يقول يجب فيه الزكاة لأن لموحم الزكاة هو ما يشتريه للمرأة اللي بتتزين به في الحال في الوقت هو يشتريه وهي صالحة لاستعمالي ما إذا كان هي غير صالحة لاستعمالي حتى لو كانت كبيرة لكن تريد أن تخزينها وتداخله إلى أن تتزوج فيجب فيه الزكاة الزكاة لا تسقط ولا تعفى منها إلا بالاستعمال إذا كان هي صالحة الاستعمال واستعملته بالفعل أو متخذا لأجل كراء ولول رجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتجهير الباجي أو إعارة فلا زكاة إذا كان الذهب يعني واحد عند ذكاة عند ذهب وعمل للإيجار يأجر فيه ولا يعير فيه للناس فكان هو يجوز لها يعني هو جائز بالنسبة إليه حتى روك الملك له رجل لكن هو أعطي لي زوجته زوجته لتأجر فيه يعني ملكه لها وأعطيه لها ويتأجر فيه ولا تعير فيه هذا مدام جائز استعماله فيجوز كراءه ويعارته ولاته فيه الزكاة والمباخر ومكحلة ومرود ولو لمرأة أو معد لعاقبة ففيه الزكاة ولو لمرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها يعني العفو من الزكاة والعفاة من الزكاة هو مربوط بالإذن مدام الذهب صاحبه يجوز له استعماله ذهب مرة يجوز له استعماله وذهب الرجل يجوز له استعماله كحلية الصيف ولا الأنف ولا غيره وما كان يملكه وعده للإعارة ولا غيره وحتى للإيجار فلا زكاة يجوز له مدامه يجائز له تملكه واستعماله ولكن إذا كان تملكه غير جائز مثل أواني والصحون والملاعق والتحف والمسائل هذه وحتى المكحل للمرأة ولا أي شيء تختنيه فهذا حرام تملكه لأنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا الأكل فيهم ولا وضح امتحف ولا شيء من هذا هذا كله حرام لا يجوز وإذا إنسان اتخذ شيء من ذلك فيجب عليه أن يزكيه وكذلك كان يعني الذهب لمرأة لما كبر سنها ونوت عدم استعماله وتريد أن تتركه لعاقبة الزمان فإذا يتحول يتجيه في الزكاة لأنه خرج الغرض الأصلي وهو الزينة عُلَمَاءُ بَنِي قَوْمِي عَرَفُوا تَحْوِيلَ الصَّابِ إِلَى الْأَسْهَلِ عُلَمَاءُ لَهُمْ عَقُلٌ يَبِيرُ عُلَمَاءُ بَنِي قَوْمِي عَرَفُوا تَحْوِيلَ الصَّابِ إِلَى الْأَسْهَلِ عُلَمَاءُ لَهُمْ عَقُلٌ يَبِيرُ قال أو صداق لمن يريد نكاحها أو كان منويا به التجارة أو البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أن يركب شيء بل وإن رصع بجوهر كياقوت واللؤلؤ لكل دجبي الزكاة هذا كان عده لصداق ولا عده لشاخر للعاقب والغير ذلك فتجد فيه الزكاة وكان لتجارة وهذا إذا كان خاليا من الأشياء الأخرى المركبة معه قال ولو كان مركب بأشياء أخرى تجد فيه الزكاة تمامه لؤلاء وغيره وقلنا هذه تزكي زكاة العروض وإذا كان هو تاجر يبقى يقومها كلها مع بعضها ويزكيها وزكى الزنة أي وزن ما فيه من عين إن نزع الجوهر أي أمكن نزعه بلا ضرر أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض وإلا بأن لم يكن يمكن نزعه أو أمكن بضرر تحرى ما فيه من العين وزكاه يعني إذا كان تفكيكه يعني ما آله إلى التفكيك لأنه غير مرغوب فيه غير مقول هذا يفكيكه ويزكي الذهب وإشياء المركبة معه لها قيمتها ويزكيها والذي إذا كان هو ما زال مرغوب فيه بوضعه وتفكيكه ربما يفسده وإلا يسبب له ضرر وإنقس قيمته يتحرم ما فيه من الذهب أو يوزن كما يوزن الآن توزن الأقود المرصعة بالجواهر والأشياء توزن كلها يبقى لها سعر سعر الذهب لأنه يعد هو جزء من التحلية وربما يرغب فيه أكثر من أحيانا من ما هو من الذهب الخالص المسأة تتبعين القيمة ويعني الحالة اللي عليها هذا الشيء المرصح يعني يوزن جواهر معه مع الذهب ولا تفكك وتبقى لأن قيمتها أكبر وأحسن الناس يرغبون فيها كذلك وأحسن الناس يرغبون فيها وتحتاج إلى أن تكسر ويحتاج أن يقوم كل شيء بقيمته الخاصة به قال ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة وبدأ الأول فقال وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجرى أو نعم تجرى لماذا إلا تجرى زائد نعم وهو كما قال تجرين زائد ثمن مبيع تجرين على ثمن ثمن الأصل ذهبا أو فضة يعني زائد ثمن مبيع يعني سلعة المباعة الثمن اللي زائد على ثمن شرائها ويكون إذا كان ذهبا وفضة فهذا هو تعييف الربح يعني سلعة اشتريتها أنت للتجارة وبات وتحصلت على نقد زائد على النقد اللي اشتريت به الزائد على رأس المال هذا هو الربح زائد ثمن مبيع تجرين على ثمن أصله ذهبا أو فضة وقال القيود هذه لا مفهومة لها يعني زائد ثمن مبيع وفرض أنت ما بعتاش يعني هل اشتريت شيء للتجارة وما بعتاش وقاعدها خيمتها فيها هل أنت تزكيه أو ما تزكيه تزكيه حتى لو أنت يعني ما بعتاش وذا قال القيود يعني ليس لها مفهوم وإنما ما فيش إلا كلمة تجرين فقط ربما قال لي لمفهوم زائد ثمن مبيع ما بيع للتجارة المعنى إذا كانوا ما بيعا ليس للتجارة فتستقبل به ما يسمى شربحة ما يسمى عدائك فائدة ويريد أن يذكر التعريف بقيوده وهذه القيود لها مفهوم والإنسان لها مفهوم فالزائد يعني زائد ثمن مبيع فكلمة زائد وأن لا ثمن مبيع لو كنت ما بعتاش بالزائد هل للأصل وانت شريه للتجارة تزكيه ولا ما تزكيه شيء تزكيه حتى ما فيه زائد وما بيع وفر انت ما بعتاش تزكيه ولا ما تزكيه شيء بتزكيه فهذه قيود لا مفهوم لها وإلا قوله تجرين فهذه لها مفهوم إذا كان لم يكن للتجارة المبيع ما هوش للتجارة المبيع القنية اللي تأخذ فيه واللي تحصل فيه هذا ليس يسمى ربحا حتى لو أنت أربحت فيه حتى لو كان هو يعني أنا ما عندك عندك مال اشتريت للقنية اشتريت حيوان للقنية اشتريت يعني أملاك للقنية هي في حداتها قيمتها زادت يعني زي ما تزدت في التضخم حيث كانت سوى مئة سوى ألف فهذا لا يصبح ربح فيه من الربح الذي يجب فيه الزك هذا ماذا ما هو أساسا مش مشترى للتجارة هو فيه ربح صحيح لكنه غير ربح تجر ربح قنية ولا زكاة فيه دعم والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية قال وضم الربح لأصله أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره ضم الربح ضم الربح لأصله ولو كان الأصل أقل من نصاب أي لو إنسان مالك دينار واحد ولا خمس دينارات نصابه عشرون دينار ومالك دينار واحد ولا سلعة بخمس دينارات ولا بدينار وبقيت عشر شهور هذه قيمتها وبعد عشر شهور باحها بعشرين دينار فتجب عليه الزكاة من أول ما منك الدنار من أول ما شريه السل عليه بدينار واحد يعني حول العشرين دينار اللي شراهم في آخر شهرين هما حول أصلهم يباع لأن الربح يضم لأصله حول الربح حول أصله عندنا أشياء يمكن ثلاثة أشياء وأربعة حولها حول أصلها اللي الربح ربح التجارة إذا أنت شريت سلعة يعني بأقل مثلا بمئة دينار بس وفي شهر محرم وبعد تالي قبل محرم القادم قبل بشهر أصبحت خمسين ألف السلعي أصبح ثمن خمسين ألف فالي زاد من مئة دينار إلى خمسين ألف هذا كله يسمى ربح لكن هذا الربح ما تحصلتش عليه أنت من محرم فالي تحصلت عليه في رمضان وفي شعبان وفي دلقاد وفي آخر شهر في السنة آخر شهر في العام فكله حوله حول المحرم لهو أنت شريت به السلع عليه مئة دينار فالربح يضم لأصله في التجارة وكذلك نتاج الحيوان يضم لأصله حتى ولو كان غير النصاب كان عندها عشر شياة وفي أول حول وبعدين والعشرين وبعدين بالنسل والتوارد في رأس الحول والو أربعين فحول النسل حول أصلي وكذلك يعني يضم يضم الحيوان للنصاب لك إنسان عنده حيوان عربيين شاه وبعدين يقابل رأس الحول يشترى يعني مئة شاه أخرى حولهم حول العربيين اللولين وبدل ما كان يزكي شاه وحده يبقى يزكي شاتين يعني في أشياء تضم للأول وفناك أشياء ليتسمى الفائدة الفائدة كلها يستقبل بها الربح يضم والفائدة يستقبل بها الفائدة ما تجدد عن غير مال أو عن مال غير مزكة والربح ما تجدد عن مال تجارة المكسب لتربح فيه مال تجارة به ما زاد عليه من المكسب حوله حوله فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ هذا كان بعد الحول يعني يزكيه بعد الحول يبقى حوله وانتم فيه النصاب يعني كان قاعد 12 شهر وقل من النصاب تجارة كلها قل من النصاب وبعد 12 شهر تحصل على النصاب بالربح فيبقى يجب عليه يزكيه ما عاش يستنى للربح حول جديد يزكيه لأنه فات عليه الحول ويبقى حولا من ذلك الوقت من يوم أن نزكى نعم ولما كانت غلة المكترى للتجارة ربحا حكما فتضم لأصطه فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله كغلة شيء مكترا للتجارة فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب يعني هذه أيضا مثل الربح الأشياء التي تضم إذكرنا نتاج الحيوان وربح التجارة واللي يملك يعني يصاب من الماشي ويشتغيرها تضم لهم هذه المسألة أخرى المكترى للتجارة أن المكترى أنواع مكترى للتجارة ومشترى للتجارة ومكترى للقنية تتشام وتشابهة التي تضم للأصل هو المكترى للتجارة بخلاف ما كان اشتراه للقنية كان مشترى للقنية وراد أن يكريه فهذا ما يضمج فيه الكراء لأصل المال لك كان إنسان عنده مبلغ واشتراه به عمارة واشتراه به يعني بيت وكذا ليتملكه للقنية لا للتجارة وثم بعد ذلك صار يكريه ويؤجره فما يتحص عليهم الكراء والجار حوله ليس حول أصل المال الذي اشترا به وإنما حكم حكم الفائدة كل ما يجتمع منا نصاب من الكراء هذا يعمل له حول ويستقبل به لما حلع الحول يزكي وهكذا لكن ما يضمش الأخير الأول زي المكترى للتجارة المكترى للتجارة شكل والمكترى للقنية شكل يعني اشترا الملك ليقتنيه ثم بعد ذلك ردع يكريه لكن اشتراها للتجارة اشتراها حاجة للتجارة عمارة ولا بيت ولا السيارة وكذلك للتجارة البيع والشراء يتعجر فيها وأكراها فالمكترى للقنية حوله حوله عصي زي ربح التجارة والمكترى للقنية يستقبل به وكذلك وكذلك المشترى للتجارة أيضا يستقبل به إذا اشتريت شيء للتتاجر فيه ما حين ما اشتريته تستقبل به عام فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينار فالحول المحرم واحترز بمكترى التجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه فإنه يستقبل به حولا بعد قبضها احتراز احتراز بين غلة المشترى للتجارة يعني اشتريت حاجة للتجارة وغلتها عندها غلة زي اشترى مثلا نخيل ليتاجر فيه وعندها غلت ثمار فإنه يعني إذا كان زكاها وقت الجداد إذا كان وقت الجداد جدها يزكيها وقت الجداد وإذا كان باحة بعد ذلك قاعدت عنده باحة ما عايز يزكيها مرة تانية يستقبل بها مرة أخرى ما هوش حولها حول أصلها لو زكى التمار في الأول بعدها يبقي عنده تمار كثير بقيت وهي للتجارة فلا زكاة فيها حتى لو ذلك باحة لنما يستقبل بها بارك الله فيكم تمنى الوقت شيخنا شكرا وصلوا وصل الله وصل الله وصل الله على نبي محمد على آله وصحبه وسلم الحمد وصل الله أولا وآخرا شكراً لكم